الافرازات المهبلية البيضة للنساء الحلول والمجربات يلا خلينا ندردش احنا وياكم وتستفيدوا من كل شيء ان شاء الله اني الله يقدرني اذا اخذنا اوراق البابونج واستخدمناها دش مهبلي غسول في مشكلة للنساء انا اخجل اني احكيها على هذه الشاشة او الشاشات كل حمام في كابينة موي لما تخلصوا تديروا المي وتشطفوا بالبربيش او باللي بدكم اياه طيب مين سأل هذا الحوض نضيف ولا مش نضيف كلاتنا بنشطف لا حياء بالعلم المية مش نضيفة بصير عندك التهابات وبصير عندك التهابات وانت ما بتدري ياريت لو كل شهر نظفته وعقمته وفي مواد بالصيدلية للتعقيم المية بتنزل من فوق الخزان بتنزل على الحمام على التواليت محل ما بتتبولوا وبتشطفوا هاي مشكلة نزائنا بتدخل على الحمام اكثر من مرة وايام الدورة الشهرية بتدخل اربع خمس مرات باليوم ولا عدوها لخمس ست ايام وسبح ايام ونساء عشرة ايام والمية مش نضيفة اللي بتشطف فيها وبتحكي لك من وين اجتني الالتهابات من جارتي لا منك منك فبالتالي بنكون حارسين امتبهوا للمية اللي بتشطفوا فيها والله بتسبب كثير من المشاكل وفيها كلور يعني تعقيم لكم مش لا الي المية لسائر جسمنا يا اخوان لتنظيف سائر جسمنا فما بالكم بالماء اللي بنشطف فيه خليك وننظيف بالاخص النساء فبالتالي اذا استخدام البابونج ننقعه نغليه نصفيه بشاش وتشطف فيه المرأة او تستخدمه دوش مهبلية جدا رائع وحتى بيمنع الاسوداد وقبل النوم بنرش بودرة اطفال ما لها البودرة بنحطها للاطفال الصغار اللي هي دوب ولحمة ما بالكم بالنساء تستخدم بودرة الاطفال للرجلين قبل النوم للمناطق الحساسة والرجال ما لهم فبالتالي اذا اوراق البابونج دوش مهبلي اذا اكليل الجبل اللي هو الروز ماري نغلي وتشطيف للي عندهم التهابات وسيلان مهبلي اصفر واله ريحة او ابيض فبالتالي بيستفيدوا من هالخصاص هذه مجربات العجائي الزمان لا كان مطهرات ولا كان غيره ولا كان فيه فوط اللي تطلع على التلفزيونات يعلنولكوا عنها اليوم تعرفوا كيف كانت تستخدم النساء لحياء ابي العلم منهم امي وامكم ما حدا يحكي لكم انه احنا على روسنا ريشة احنا بشر مثلنا مثلكم ونعيش ونفطر ونتغدى ونتعشى ابدا وانا امهات وانا جدة وانا كل شيء فبالتالي اسأل الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا كثيرين او كثيرات او كثيرات من النساء اخواتنا بالوطن العربي مسكينة بتحملوا بتجهد بتسقط اما ما بيحددوا المشكلة لجرثومة قطط ولا التهابات ولا مشاكل داخلية لكن المجربات زمان كانوا الولادات الداية اللي تولد النساء ما كان مستشفى ولا طبيبة ولا مستشفى تخاصة بالنساء كانت تنصح انه تتناول السفرجل وتحمل وما تصق صحيح نعم صحيح كتب عنها بكثير من الكتب واتداولوها في القرى هذول اهل القرى ما بينسوا لليوم اذا ولد عندهم لوزه او صار عنده التهاب بالبلاعيم ما يروحوا لدكتور يجيبوا البيضة ياخدوا البياض ويحطوه على الطحين ويعصروا عليها القليل من الليمون او راس من البصل يشوه يهرسوه يحطوه على الطحين وزيت الزيتون ويضعوها على الرقبة وكانوا يسحبوا اللوستين هايهم اللوستين يسحبوهم من هون عرق من الايدين وهاتوا الاتصال اهل وسلام عليكم راح الاتصال اذا ادرار الحليب للمرضعات اليوم ايجانا سؤال من زاخو من اخونا علي ادرار الحليب شرب بذور الشمر او الشمر جدا مفيدة لادرار الحليب الحلبة للمرضعات الحلبة جدا مفيدة لادرار الحليب وبيشبع الطفل وايضا التمر جدا مفيد لادرار الحليب تتناول التمر المرأة الي بتردع تاخذ سبع حبات من التمر تحطهم بالخلاط تصب عليهم كوب من المي وتشغل تشربوا مثل الكوكتيل فبالتالي العدس شربت العدس حليب للاطفال تتناول المرأة قدر صحا او كوبين باليوم فبالتالي بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى شرب منقوع الكراوية جدا مدر للحليب للنساء والغذاء الصحيح طبعا اسأل الله سبحانه وتعالى انا متأسف اليوم على سوء الاتصالات كامل للمصدر او من اي مكان ثاني لكن عندي عندي نصف دقيقة ادرسمح لي اخوي المخرج ناس كثيرين عندهم حصر بول لو اخذنا عروق الفول غليناها وشربنا منقوحة على السريع بتروع على التواليت على الحمام بتم التبول فورا هذه مجربات ايام زمان او غلينا الفجل غلينا الفجل بالحليب قطع الفجل واغليه بيكوب من الحليب واشرب على الحمام يفسر عندهم دائما ما بروع على التواليت ودائما عندهم حصر بول فبتبول ان شاء الله مباشر خبير الاحشاب حسن خليفة روح السلام عليكم جنيمة العشاب بخبير الاحشاب خسن خليفة جنيمة العشاب بخبير الاحشاب خسن خليفة جنيمة العشاب جنيمة العشاب بخبير الاحشاب خسن خليفة جنيمة العشاب بخبير الاحشاب خسن خليفة خسن خليفة جنيمة العشاب بخبير الاحشاب خسن خليفة بخبير الاحشاب خليفة خليفة